وقد أعلنت منظمة سام للحقوق والحريات عن رصده 3587 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال شهر إبريل الماضي وقالت إن الانتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون والاحتجاز التعسفي ومصادرة الممتلكات والتهجير القصري والتعذيب والتضييق على الحريات الصحفية إضافة إلى انتهاك حق الإنسان في محاكمة عادلة وحثت منظمة المجتمع الدولي على تقديم الدعم العاجل للمدنيين المهجرين قصرا في محافظة تعز